السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى انكم بخير معاكم دعاء زغلول لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي متنسوش تشتركوا بقناتي على اليوتيوب وعلى صفحاتي بالفيسبوك عشان يوصلكم دايما كل جديد باذن الله النهاردة ان شاء الله هقدم لكم وصفة الرايس كريسبي وصفة بسيطة جدا وجميلة نجاحها مضمون مش محتاجة اي مجهود ولا ادوات تقدر اي ست بيت بتحب تعمل مناسباتها بنفسها انها تعملها بكل سهولة وكمان منتج رائع جدا تقدر تدفيه لمنتجاتك لو انت من اصحاب المشاريع المنزلية الخاصة بالحلويات ان شاء الله خلال الفيديو هوضح طريقة عمل الرايس كريسبي وكمان هتكلم على طرق تزيينه وحفظه وتقديمه للعميل كاردرات لو انت صاحبة مشروع منزلي تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه اول حاجة عندنا المكونات جدا بسيطة هنحتاج ليه خمسين جرام من الزبدة تقريبا اربع معالق وكمان هنحتاج ليه اربع اكواب انا استخدمت الاكواب المعيارية من الرايس كريسبي وده النوع اللي انا استخدمته طبعا تقدروا تستخدموا اي نوع متوفر عندكم زي ما تحبوه هنحتاج معانا كمان لاربع اكواب من المارشميلو ممكن تستخدموه ابيض او ملون زي اللي انا استخدمته يفضل الابيض وانتو تلونوه لو حبيته لون معين لكن الملون ده بيفرض معاكم لون معين بس ده اللي كان متوفر عندي ويفضل الحجم الصغير ده عشان يدوب معانا بسهولة نقطة مهمة جدا يا جماعة الاربع اكواب معيارية رايس كريسبي اربع اكواب معيارية مارشميلو لكن لو بالجرامات الرايس كريسبي 100 جرام والمارشميلو 200 جرام يعني بالجرامات المارشميلو ضعف الرايس كريسبي لان طبعا وزن المارشميلو غير وزن الرايس كريسبي فناخد بالنا جدا من الملاحظة دي في المعايير بتاعة الوصفة علشان ما يحصلش اي لغبطة اول حاجة هبدأ بيها اني ادهن الصينية اللي انا هستخدمها بزبدة ضروري جدا ندهن الصينية او نحط فيها ورقة زبدة بعد كده هنبتدي في حل على النار هندوب الـ 50 جرام الزبدة اللي عندنا ولما تدوب بشكل تام خالص هنزل عليها بالمارشميلو زي ما انتم شايفين طبعا كل ما كانت حباته صغيرة هيتسهل علي الدوبان بتاعها هنفضل نقلب لحد ما المارشميلو يدوب تماما اي ادوات يا جماعة نستخدمها ضروري نكون مستخدمين عليها زبدة دهنينها زبدة علشان المارشميلو او الرايس كريزبي بيلزق معانا فيبقى سهل علي الشغل حاجة نستأقولها في المكونات هنا هننزل بمعلقة من الفانيلا هتدي نكهة معانا حلوة ونقدر نستخدم اي مناكه مفيش مشكلة بعد المارشميلو مداب تماما هنزل عليهم بالرايس كريزبي واقلب كويس جدا كل حبات الرايس كريزبي تتغلف عندي بالمارشميلو هنزله على طول من على النار وهقلب كويس وتأكد ان كل حبات الرايس كريزبي اتغلفت وبقت كويسة ما نطولش قوي عشان يعني نتعامل بسرعة هننزل بقى في الصينية اللي انا ده هنتهى زبدة وهبتدي اتعامل باللزباتش ولا كده في الاول بعد كده هدهن ايدي زبدة واشتغل بايدي علشان ازبط الشكل ويبقى متساوي معايا من فوق كويس انا مسرعة على الفيديو طبعا لكن هو فعلا خطواته ما بتاخدش وقت خالص يعني هو على النار ما اخدش معايا من 3-5 دقايق يعني المارشميلو داب بسرعة وكله سريع هنا خلاص صويت الشكل عندي السطح عندي تمام هبتدي اجيب السكينة يعني ممكن اسيبه ربع ساعة نصف ساعة مفيش مشكلة وادهن السكينة عندي بالزبدة وابتدي اقطع الحجم زي اللي انا عايزاه زي ما انتو شفتوه كده في الاول معايا كان حجمه مناسب زي ما انا هقطعه دلوقتي الرايس كريسبي تقدروا تقدموه بالشكل ده تقدروا تضيفه عليه طبقة من الشكلة الغمقه باي نكهة انتو حبينها تقدروا تزينه زي ما انا زينته بدون استيك فما فيش اي مشكلة خالص انا هنا يعني خرجته من الصينية على طول لاني انا حابة احطوله الاستيك فحابة اتعامل وهو لسه طري شوية هنا لو حسيتي ان فيه الشكل مش مزبوط عشان انا الصينية كان فيها دوران شوية فعادي بستكينة ببتدي ازبطه بيكون طريفة بتقدري تتعاملي بيه مفيش مشكلة وده شكلهم خلاص بعد ما خرجتهم من الصينية هبتدي انا دلوقتي خلال نص ساعة ساعة ادخل فيهم الاعواد زي اعواد الكيك بوبس اللي احنا بنستخدمها مع الكيك بوبس انا هنا هستخدم الاعواد الرفية عشان الطبقة عندي هنا مستميكة قوي لو محتاجين اننا ندخل الاعواد اللي هي بتكون تخينة شوية زي دي هنحتاج اننا نخلي الطبقة ادخن شوية من كده يعني هنا استخدمت اربع اكواب لا كنت مفروض استخدم خمس اكواب من الرايس كريسبي وخمس اكواب من المارشميلو عشان الطبقة تكون ادخن معايا فيدخل فيها الاعواد دي هنا هدخل العودة عندي بكل سهولة خالص هو بيدخل ويلزق فيها عادي لوحده ولو حصل معاك اي مشكلة في الشكل هتبتدي تزبطي لان هو لسه لين وطري ما فيهوش اي مشكلة وهنا خلاص بعد ما عملتهم كلهم دخلت فيهم الاعواد ده شكلهم جدا جميل وهيبان اكتر واكتر لما ابتدي ازينه بالشوكولاتة ونقدر نزينه كمان بعجينة السكر موضوع جميل جدا وشغله هنا بقى انا جبت شوكولات بيضة وهبتدي اني الونها بالالوان اللي انا حباها دي الوان اللي انا مستخدمها الوان بودر خاصة بالشوكولاتة هم حاجة انها تكون الوان خاصة بالشوكولاتة هنا عندي ابيض وازرق واللون الزهري هبتدي ادوب الشوكولات ونلون ونشوف بعد كده هنعمل ايه زي ما قلت لكم يا جماعة الرئيس كريسبي يعني منتج رائع جدا جدا يعني انا ببحث وعارفة وشايفة قد ايه ناس ما شاء الله شغلة فيه وناجح معاهم جدا وبيتطلب جدا بس زي ما قلت لكم كده ابدعوا فيه وشوفوا افقار يعني هيكون كويس جدا جدا زيه زي الكوكز والمرينج بنفس الفكرة كده بس ده يعني اسهل في شغله تقدري كمان تعملي منه يعني كميات كبيرة بدون مجهود كبير ان شاء الله لو شفت فاعل منكم على الفيديو حسيت ان هو عجبكم ويعني فيه ناس حبا يعني ازل لها افقار بجده هعملكم افقار جدا جميلة هتعجبكم جدا جدا هنا بقى عندي انا لونت الثلاث اطباقة هنا بالشوكلت اللي احنا الالوان اللي محتاجينها وهبتدي اني احطهم فيه الاكياس الحلواني وهنقص يعني حجة صغيرة جدا من الكيس كده وهبتدي بقى اني ازين بهم الرايس كريسبي بشكل خطوط كده زي ما انتو شايفين بدأت هنا بالشوكلت البيضة وبعد كده هحط فقيها الزهري نقدر نبتدي بالزهري الاول وعليه الابيض الموضوع راجع لذوقكم وزي ما انتو حابين اي لون فيهم يكون ظاهر اكتر تقدروا كمان انتو تغمسوا الرايس كريسبي كلها في الشوكلت بحيث تغطيها كلها يعني هو ليه طرق تزيين كتير وزي ما قلتلكم كمان نقدر نزينه بالعجينة والسكر زي ما بنزين بالضبط الكوكز يعني بنقص عجينة والسكر على قد الشكل الرايس كريسبي وابتدي ازين بقى فوق الطبقة اللي انا حطتها بالاشكال اللي انا عايزاها ان شاء الله هيكون لنا فيديوهات تانية نقدم فيها الافقار دي هنا انا خلاص خلصتهم كلهم زي ما نشايفين شكلهم قد ايه جميل يعني شكلهم لذيذ جدا كمان بقى هنكمل التزيين عندنا باننا نضيف بعض الفيونكات كده شكلها حلو بالالوان المناسبة للون الشوكلت وهن ممكن كمان نحط طبر زي كده لو انا عاملة سيم معين هنا مثلا يونيكورن وهنحتاج لمسدس شمع عشان نلزق بيه الحاجات دي على الاعواد عندنا كلها حاجات بسيطة لكن هتضيف معانا للشكل مظهر جمالي حلو قوي حط الفيونكة هنا في النص كده شكلها افضل من يحطها فوق او تحت الطبر كمان برضو يبقى شكله افضل لو تحط فوق الرايس كريزبي كده على طول نزود كمان فوق الفيونكة كده حبات اللولي دي بتدي شكل كمان جميل اوي بتكون كده ممكن لونها ابيض او ممكن كمان بيبقى في منها الوان عملنا نفس الفكرة تقريبا لما اشتغلنا في فيديو المارينج وشفت معايا طريقة تزين وتغليف وهو نفس الفكرة بالزبط هنا برضو الرايس كريزبي بنزينه كده ونقدر اننا نغلفه في اكياس اللي هي الخاصة بالمرينج او بالكوكز الاكياس الشفافة بس اهم حاجة ان اكون متأكدة ان الشكلة عندي جفة تماما في جو الغرفة مش اكون عاملاها بطريقة مش مظبوطة فالشوكلت تفضل عندي طريقة فاحطها في الاكياس هتضوز الدنيا لو حسيتي ان الاكياس عندك هتلغبة شكل الشوكلت لأ بنتقدميها عادي جدا في علبة زي علبة القبكيك او الكوكز كده بترسيهم بشكل يعني جنب بعضيهم مفيش اي مشكلة بدون اكياس يعني الناس اللي بتوصلها اردارات بتوصلها فعالة بكده بدون بدون اكياس لكن مثلا لو انت غلفتيها بعجينة سكر ممكن عجينة السكر هتنشف عندك فضروري انك تغلي فيها باكياس اللي هي الخاصة بالكوكز تقدري تجهزيهم قبل المناسبة عندك بعشر ايام او اسبوع وتحفظيهم في التلاجة لو انت مغلفة بشوكولاتة وعجينة سكر تقدري تحفظيهم في التلاجة او بجو الغرفة اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بمشاهدة الفيديو واضاف ليكم معلومة جديدة وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة وضمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة